بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي الهدف الثالث هو العدل في توزيع الثروة والدخل فالنظام الاقتصادي الإسلامي لا يجيز ويمنع التفاوت الكبير في توزيع الدخل والثروة الذي يؤدي إلى أن تستأثر طائفة أو قلة بالأموال ويبقى بقية الناس أو يهمشون دون أن يعطونا حقوق النظام الاقتصادي الإسلامي يدعو إلى العدالة في توزيع الثروة بين الناس قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم والمعنى أن المال لا يكون في يد طائفة معينة وتترك الأغلبية الساحقة وإنما يوزع بالعدل حسب تفاوت الناس وقدراتهم وأعمالهم وأماكنهم لكن كل يجد من هذا المال ما يجعله يعيش عيشة كريمة مناسبة وقد اتخذ الإسلام في نظامه الاقتصادي وسائل عدة لتخفيف التفاوت في امتلاك الثروة ومن أجل توزيع الثروة بحيث أن لا تبقى في يد طائفة أو في يد جزء من الناس أو طائفة من الناس دون بقية الأمة أو المجتمع فمن هذه الأمور التي اتخذها الإسلام لتخفيف التفاوت في توزيع الثروة تحريم اكتناز الأموال قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وهنا الاكتناز أنه يمنع هذا المال من أن يتداول ويجري بين الناس حتى ينتعش به الاقتصاد فيكتنزه لا يؤدي زكاة ولا يجعله يجري بين الناس بمعنى أنه يستخدمه يستثمره في تجارة يستثمره في أمر من أمور الناس التي ممكن أنه تنعش أو ينتعش به الاقتصاد وإنما يمنعه من الناس هذا تعتبر جريمة وتعتبر أمر محرم يعذب صاحبة في الدنيا بالحرمان وفي الآخرة بأنه يحرق بهذا المال الذي اكتنز ومنع من أن يتداول بين الناس ويجري بين الناس وينتعش به الاقتصاد وهذا عكس طبعا الادخار فالادخار هو جائز أن يدخل الإنسان قوة وقوة أهله أو يدخل من المال ما يؤدي إلى أنه يبني به مشروعا أو يستثمره في شيء يجد أنه له فيه فائدة هذا يختلف عن الاقتناز لأن الاقتناز يمنع تماما أنه يجري بين الناس ويمنع زكاة ويمنع أن يتصرف في هذا المال وإنما يخفيه عن الناس أما الادخار فهو جائز أن تدخر لأهلك ولنفسك وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتنز لسنة أو نحو ذلك من الأمور والوسائل التي تخفف التفاوت في توزيع الثروة تحريم الاحتكار وتحريم الربا والقمار وتحريم الرشوة والغش بكل أشكاله والاحتكار هو أن يحبس الطعام أو ما يحتاج الناس في وجوده في السوق حتى ينفذ من السوق ثم ينزله إلى السوق بسعر مرتفع هذا بشكل مبسط الاحتكار وله أنواع كثيرة الاحتكار قد تكون الاحتكار في صناعة معينة احتكار في مورد معين احتكار في تقديم حتى خدمة معينة أيضا الربا وهو أن يعطي النقود ويأخذ مقابل هذا العطاء فائدة يعني يعطيك 10 ريال ويأخذها منك 12 ريال هذا الربا المحرم وله صور كثيرة ليس المجال لذكرها والقمار هو لعب على الحظ يقوم على الحظ وكذلك الرشوة في أنه يأخذ مال حتى يقدم من ليس له حق على من له حق وكذلك الغش بكل أشكاله وأنواعه في البيع والشراء وغير ذلك من غشنا فليس منا أيضا من وسائل تخفيف التفاوت في تفزيع الثروة أن الإسلام فرض الزكاة والنفقات الواجبة على من تجب عليهم فالزكاة حق واجب ومفروض ومن يمتنع يأخذ منه بالقوة والنفقات الواجبة أيضا نفق على الزوجة نفق على الأولاد نفق على الوالدين هذه نفقات واجبة ينبغي أن يؤديها وإذا لم يؤديها فإنه يلزم بها شرعا كذلك من الوسائل قسمة التركة بين الورثة والورثة ذكورا وإناثا لأن بعض الناس يعتقد أن الإناث ربما لا يعطون شيئا وبعضهم لو أعطاهم فربما يعطيهم من أسوأ المال إن كانت أرضا فتكون في مكان لا قيمة لها وإن كان يعني عقارا فكذلك يعني بناء فيعطون أقل ما يمكن أن يعطون ويتناسوا أو يجهلوا أو يتغافلوا عن أن قسمة التركات الله سبحانه وتعالى التي تولاها بنفسه فلم يتركها لنبي مرسل ولا لملك مقرب وإنما قسمها سبحانه وتعالى بنفسه كما في آيات تقسيم التركات الواردة في صورة النساء وفي غيرها فقسمة التركات ينبغي أن توزع بالأمر الإلهي والأمر الشرعي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بالشروط التي ذكرها أيضا الفقهاء والعلماء الحث على الوصايا من الأمور التي تخفى في التفاوت في توزيع الثروة والحث على الوصايا والأوقاف والصدقات والأعمال التطوعية المختلفة لأن هذه أيضا تؤدي إلى توزيع الثروة وإيجاد المال بأيدي المحتاجين والذين لا يملكون مالا فيمكن أن يحصل لهم المال من هذا الطريق من طريق الأعمال التطوعية الوصية والوصية طبعا هي أن يوصي بمال ينفذ بعد موته الأوقاف أن يقف عينا يستفاد منها وينتفع منها والصدقات عامة في المال وغير المال هذا هدف من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي الهدف الرابع والأخير هو تحقيق القوة المادية للدولة الإسلامية وهذا الأمر يأتي من قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فالنظام الاقتصادي الإسلامي إذا كان قويا فإن الدولة تكون قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكون لها الكلمة تستطيع أن تحمي الناس وأن تحمي أيضا البلد وأن يعمل لها شأن وأن يكون لها دورا أيضا في استثباب الأمن في هذا العالم فالاقتصاد هو قرين السياسة وكلما كان الاقتصاد قويا وله نفوذ كلما كانت أيضا الأمة لها قوة سياسية وكذلك العكس بالعكس هذه أهم أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي وأرجو أن أكون قدمت ما فيه فائدة في هذه الجزئية هذا والله أعلم وأحكم